السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل وسهلا بكم في مجتمع علم النفس ونشكر كل القائمين على هذا المجتمع ونشكر كل الحاضرين لإن شاء الله يشرفونا النهاردة ونستفيد منكم بإذن الله تعالى في موضوع قد يكون جديد على الوطن العربي بأكمله ولكن هو محتاجين ومفيد لكل أبناءنا من زول احتاجات الخاصة أو من غيرهم وللأطفال وللكبار ولأغلبية المجتمع لو يعني أرجو إذا كان الصوت واضح والصورة واضحة حد يكتب لي أني الأمور ماشية مزبوطة وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله أهل ونسهلا بكم هذا الموضوع الجديد الذي يهم كل البشر من كبير من صغير من أطفال من زول احتياجات خاصة من موهبين لكل الأطفال وبالذات الموهبين لأن الموهبين الفئات الخاصة أو الاحتجاجات الخاصة تشمل المعاقين والموهبين كلنا زول احتياجات خاصة كل من له بعض الخصوصيات اللي هي بيحتاجوا أن يشتغل بها الموضوع النهاردة اسمه متلازمة إيرلن بتعني حساسية الضو وأعراضها على الجسم لو بصيت للصورة دي الحساسية الحساسية الضوئية والأعراض الجسمية المصاحبة لها ولو بصينا من ناحية اللي فيها الألوان والناحية التانية أنا لابس نظارة ونظارة مزلومة الناحية دي فيها الأعراض كل ما هو في الجسم قد يؤثر علينا بمعنى إيه بمعنى إني هناك ضوضاء سواء في الكلاسات في الفصول سواء في المنازل سواء في الشارع سواء في المولاد الضوضاء المبهرة الضوضاء المشعة منها أشعة الشمس الساقعة منها الأضواء الفروسينت البيضاء الزاهية دي بتأثر على الإدراك البصري في الدماغ ليس النظر أنا نظري سليم نظارتي جديدة وسليمة ولكن رغم أني نظري سليم ولابس نظارة ولكن عند البدء في القراءة يحصل لي بعض تغيرات في جسمي هنشوف دلوقتي إمتى تحصل التغيرات يجيني صداع في رأسي أحس أني لتعبان عندي غسيان أو عايز أنام على الكتاب مع الضوضاء وبالذات على الورق البيضاء والكتاب السوداء ودي بتأثر في كتير سواء أبنانا الموهبين يكون شاطر يكون عنده إمكانيات يكون في مدارس موهبين يكون يكون ولكن رغم من كذلك أنه عند البدء في القراءة يحصل له تشوى لأن الكتابة بتتشوى وحنشوف فيلم إن شاء الله إن وسع الوقت إزاي الكتابة بتبوش بتعمل زي داران البح بتتفتح بتطلع وتنزل فلذلك يبقى الولد عايز ضغط على الدماغ فضغط الدماغ وتكوين الدم في الدماغ بيؤدي إلى صداء والغسايات وهذه الصورة موضحة هنا لما نيجي نتكلم أني ليس المشكلة في النظر في العين ولكن المشكلة زي ما احنا قلنا في الإدراق البصري في الدماغ أنا نظري سليم أنا لابس النظار سليم ولكن المشكلة عندي ليس في العين بل هي في الدماغ وهنا بتقول هي متلازمة إرزم لما نيجي نبص بس دايما أوضحكم الصور إنها حتب واضحة أكتر لما نيجي نبص للصورة دي نظري سليم أنا لابس النظار ولكن عند البد في القراءة يحصل للتغيرات الصداع والميل للنوم والغسيان وأعني أقود أعرق فيها وكل المشاكل يتصلي عند البد في القراءة ودي موضوع شائع بين أولادنا اللي دايهم نقول القرائين وبالذات عشو كده بنقول الموهبين ولكن الفئات الخاصة بتحصل بعض حاجات إحنا حتطر عليها لما نيجي هنا أنا بحطار ولي الأمر بحطار أنا رايح فين أنا عايز أعمله إيه المشكلة اللي عندي يترف النظر يترف الإدراق هنا لو جلنا في النظر طب ما جايز أنا أروح لطبيب أكشف نظر أخذ علاج للنظر ألبس نظارة إذن ممكن تصحح القراءة والكتابة ولكن خدت النظر ولبست النظارة ورغم ذلك لدي هذه المشكلة في القراءة والكتابة فإذن الإدراق البصري ولذلك بعض العطباء العين يقول لك ويروح اكشف عندي طبيب مخ وأعصاب عشان خاطر نشوف ايه المشكلة اللي عندك لأن المشكلة عندك في الدماغ ليس المشكلة في البصر بتاعك ولذلك ايه الصعوبات اللي أنا بحسها بالإدراق الحسي أولا بتبقى صعوبة جدا في القراءة وفهم المعنى أجي أقرى السطر أقرى ببطء شديد جدا بمعنى باسم الله الرحمن الرحيم يبقى أنا كده جدت متغطط أجي أقرى سطر مش فاهم معناه يعني إيه فبرجعله مرة واثنين وثلاثة فما أعرفش أفسر معلومة إن الدماغ المعلومة مش قادرة تفسرها لإن هناك مشكلة مع الضوضاء اللي هي خارج المسيرات اللي خارج العين ولذلك في المناجن بنعمل فحص لهذه المشكلة أول مشكلة بتقبلنا بإن الولد اللي كان يقرأ بيبط بيقرأ سريعا وبيقرأ الجملة يفهمها لما نيجي برضو إزاي اكتشفت إيرلين دي للأسف الشديد أنا عشان كده في الأول قلت إن مشكلة متلازمة إيرلين دي ظهرت مؤخرا في الوطن العربي هي بدأت في أمريكا عملوا أبحاث من سنة 80 إلى 80 اللي هي الباحثة إيرلين عشان كده تسميت متلازمة إيرلين فبدأت تبحث إن هناك أولاد موهوب ولديهم زكاء عالي ولكن لديهم تأخر دراسي وهم ليس صعوبات تعلم بس لأن ممكن في واحد يقول ده عندي صعوبات تعلم آه هنشوف الأغلبية صعوبات تعلم ولكن وجدت إن هذه كمشكلة فلما عملت أبحاث أثبتت إن المشكلة ليس في النظر ولا العين إنما المشكلة في الإدراك البصري في الدماغ لإني أنا المنصيرات اللي جدامي اللي أنا بشوفه بيخش في الشبكية بيخش في الإدراك البصري بيحكس بأنا أجاوب ولكن عند المشكلة في الإدراك البصري بتبقى هنا في جفلة ما بيتخلني أشوف الحاجة بالذات بعد ما يبقى لي وقت في القراءة آآ أحلى بالنسبة لنا في مصر دخلت في 2014 2014 ده كان بسطة لدينا أحد الأولياء الأمور لديه ابن هذه المشكلة وبدأ يبحث عشان يحلها فوجد هذه المتلزمة فبدأ تواصل معهم فعرف أن البلد الوحيد اللي بدأت بهذه المتلزمة المملكة الأردنية الهشمية الأردن فجلونا أقرب حاجة أنت ممكن توصلي تروح الأردن وتعملي فحص لابنك وشو فيه يحتاج هل المعالجة بالشفافيات الملونة أو النظارات الملونة فعملت وراحت وصافرت وفعلا لجت ابنها يعني تقدم 180 درجة والمشكلة تحلت منه وعملت النظارة ملونة لأن النظارة بتبقى الحاجات الأقيم كما نشوف وبدأت هي تتواصل مع أرلن نفسها في أمريكا وحصلت على الدورة التدريبية اللي هي بتديها الأحقية أن تعمل تدريب وتعمل مغاسي النظارات وتعلم الفحصين اللي هما زينا خدنا تدريب عندها وتأخذ كبنية وشهادة محتمدة من أمريكا أنك فاحص أرلن أنا عملت هذه التوعية في المغرب وعملتها في تونس وعملتها في بعض جروبات في الجزائر وفي ليبيا ولكن ما فيش إلا في منطقة تونس من السنة الماضية حتى يعني جاءت أيام كورونا وكان في صعوبة في الرجعة في بدء كورونا لدينا زميلة في تونس كنت أنا عملت الندو دي في تونس وقاروا أنهم ممكن يأخذوا هذه الدورة وجاءت القيارة واخدت ونتمنى إن شاء الله المغرب كنا نحن نروح فيها والجزائر ولكن ظروف المرض وإن شاء الله تتصلح الأحوال لابد أن يكون هناك مسؤول في كل دولة يقدر يعمل هذه الفحصات وموجودها في السعودية وفي الكويت وفي الأمارات وفي أكثر من دولة نيجي بعد أن فحصت وتعلمنا بدأنا نعمل هذه التوعية ومنهم التوعية اللي إحنا دلوقتي بنحكيها معكم في الجزاء الشقيق زي ما جلنا أن المشكلة ليس في النظر في صورة هنا هتوضح لكم إن هي في الإدراك البصري لو بصينا كده هلاجي السهم ده اللي هو المشكلة في الإدراك البصري الخلفي ولإن الإدراك البصري في الفص الخلفي من الدماغ بعد كده إيه هي الأسباب اللي بتخلي بنحس أو إيه الأسباب اللي بتخلي عندي أنا الاستعداد اللي إن يكون عندي حساسيات ضد الضوء اللي هي متلازمة إيرلند هيا لها مثل أي متلازمات لديها أسباب وراثية ولديها أسباب بإيه ولكن أغربها أسباب وراثية ولذلك دايما إحنا في الفحص بنلاقي أحد أولياء الأمور لدي هذه المشكلة أحد أولياء الأمور بيبقى لدي هذه المشكلة وبالنسبة للبيئية البيئية دي لما يكون الواحد حصل له تربلة في الدماغ ووجع على الدماغ حصل له مشكلة ف35% من اللي بيحصل له تربلة في الدماغ بيبقى عنده هذه المتلازمة ودي برضو حوريكم جزء من الصورة دي حتشوفوا هنا إن الأسرة كلها لابس النظارة الملونة فوقه تحت وإن هذه السبب إني بتبقى هذه الأسباب هنا بقى عندنا إزاي نعرف إني أنا عندي إيرلن أو ابني عنده إيرلن أو أي زميل عنده إيرلن هنا هناك أغراض بتظهر أو أغراض بتظهر على الشخص نفسه الشخص نفسه لو بدأ عند القراءة هنا فيه شديد فيه متوسط فيه بسيط لو أنا ببدأ في القراءة لغاية 60 دقيقة وأكثر من 60 دقيقة يعني ساعة يبقى إذن الموضوع عندي خفيف لو أنا عند من 20 دقيقة لـ 40 دقيقة تبدأ عندي العراض يبقى عندي متوسطة أما المشكلة هنا في الشديدة إن منزيل القراءة إلى عن 20 دقيقة يعني ربع ساعة أو تلك ساعة بحس إن الكتابة تغيرت إن أنا مش جادر أكمل إن أنا عندي مشاكل وبحب أجل القراءة أو أسرع إلى النوم أو أتحايل أعمل أي شيء يعني أغير المول بتاعي على أساس إن أنا أقدر أغير هنا برضو إيه الأعراض دايما نحن بنقول بتبقى القراءة غير فعالة بمعنى إن أنا قريت ولكن مش فاهم هنا برضو بتبقى القراءة زي ما احنا قلنا بتبقى بطيئة في عدم الصنعة بيبقى عندي قلة في الانتباه لو شفنا دي بيبقى عندي ضغط بيبقى عندي ضعف في الأبعاد وفي الأدراق يعني 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 ضحف في البعد وال وال الأبعاد والإدراق بمعنى إن فيه واحد بيجي يمشي بين طربيزة ما بين كرسي ما بين دلاب ما بين تلاجة في البيت أو في الفصل فهو ماشي ما بيقدر شي يفرج البعد بين الاتنين فيروح يسط في المندضة أو يسط في الحائط أو تبص تلاجين واحد نازل الدرج السلم وهو نازل يوقع دايما يوقع إلا إذا كان يمسك الدربزين أو في خشف السلم أو يمسك حد هو نازل لأن النظر ما بيقدر يدقق الفرق بين الدرجة والتانية والسلم والتانية لإنبا بالطول يروح واجع أو على هذا النظام اللي هو زي كده هو اتعمل بحث عن القراءة تقدم الثلاثة وتمانين عن السياقة اللي هو السوادة عن الإدراك عن حاجات كثير فأثبتت أني هذه المتلازمة أدت إلى تحسن كثير من اللي عندهم مشكلة دي هذه الأبحاث هناك محفزات هذه المحفزات اللي هي بتخلي تظهر عندي إرلم بسرعة اسمها محفزات إرلي يعني إيه محفزات إرلين زي ما احنا قلنا مثلا في البيئة بتلاقي الضوضاء في طرق المطار في المولاد في شوارع ضوضاء زيادة فدي لو أنا شفت ضوضاء زيادة فبتعمل لي سرعة أو تحفيز أني تظهر عندي الأعراض لما لاجي كمان نبص حاجة تانية هنا ودي مهمة جدا داع الضوء اللي هو الضوء الفروسينت بتاع الحق بيبقى زيادة عن اللازم بيعمل لي هذه المشكلة ولذلك نازل بتعمل هذا الضوء مخفي هنا أشعة الشمس أو السيارات يعني دي سيارات ودي أشعة شمس لذلك نقول عليه الوهج أكثر من اللازم زي إحنا لما نجي نخش دلوقتي على الأولاد من زوء الاحتجاجات الخاصة قد تكون الولد ياخد جلسة واثنين وثلاثة ويطلع مش فاهم أو ما استفدش حاجة ليه لأن هناك حاجة اسمها الاضطربات الحسية في الزوء الاقب الاضطربات الحسية دي منها الشم منها اللمس منها السمع منها البصر هنا في البصر ينطبق على إيرلي إن أنا لو حاطط لابس هدوم فاقعة مخططة بتعرفيه فالوضب هيبر معاي وبينتباش زي لما أنا كنت حاطط بعض روائح نفازة حاسة الشم عنده كبيرة أو صغيرة فبتحصل عنده مشكلة فدي إحنا دايما بنحكي لها للمناغين نيجي هنا برضي رو بصته على الصورة دي الصورة دي هنا الولد بدأ يمسك الكتاب يجرى هنا الحروف زاهية من تحت حروف واضحة كل ما يطول في القراءة تبصت لاجه الحروف خفت إيه لأني تلاشة لما يوسك تلت تلت ربع ساعة تلاجه صفحة بيجي بيضاء تلاشة أو تحرك في الروح يحس الغسيان ده في الكتاب أو ينعلي أو يتحيل بأي حجم حجم كبير هنا لو بصينا للصورة دي الانتباه الولد هنا منتبه جدا جدا هنا بدأ تلاشة تلاشة إلا ما شايفش يعني في خلال خمس عشر دقايق وهو جعت في الكلاس أو جعت في الكتاب فتلاشة بيجي تغمامة عنده فما بيعرفش يكمل القراءة بتاعته هنا الأنشطة طبعا اللي احنا بنحكي عليها إن أنا ممكن أكون هنا أتعب في التلفزيون أتمطع أعمل إيدي ورا ظهري أجيب دماغي أنا أزيلها لتحت عشان خاطر أعرف أجرى وأستمتع بالقراءة هنا بقى لو بصرنا هذه الصورة ده الجسم وده المشاكل اللي بتحصل في الجسم أنا جسم البناء ده بيجيني صداع دائل بيبع عندي شد في الرقبة أكتافي بتوجعني بيجيني غسيان خلل بيصد خلل في الدماغ واجع العين حتى التنفذ ببقى مجهد الحركة بتحتي بتبقى غير دقيقة بتحصل حاجات كتير هنا في البصر وفي النفس وفي المناعة بحس جسمي كله مرتبط كل جسمي ارتبط من زغلالة العين ومن تول الرأس ولذلك احنا بنقول هنا أكاد التاني هنا المشكلة ليس في العين المشكلة ليس في العين هنا بالنسبة لأدوات الفحص اللي بنفحص فيها احنا هنشوفها دولوبتي طبعا ده فحص عيون ده فحص طبيب ولكن احنا الترباو او النفس احنا بنفحص في حاجة اسمها شفافيات ملونة او نظرات هنا الطريقة الخاطئة للولد انه هو يجي يبدأ يجرى بيجيب الكتاب لغاية عينه ولو هو جاعد على المكتب فبيضطر ينام على المكتب هنا دي من ضمن الكشف دي العدسات الملونة اللي لما يزبط عندك ايرلين فبنوديك بعض الشفافيات اللي هي دي دي النظرات دي النظرات برضو دي الشفافيات الملونة اللي احنا بنعمل عليها الفحص اولا دول عشر الوان بنعمل الفحص على العشرة دول مزودين بعشرة تاني وحشرحها دي الوقت انا بعد دي فاذا الفحص بتاعنا لاما بالشفافيات دي لاما بنقولك اعمل هذه النظرات الشفافيات بتبقى دي مؤقتة على اساس بس للقراءة او تحطها كده على الحسوب تجرى بيها ولكن لما تكون العملية صعبة عندك وعشان البيئة تبقى كمان محمية جدامك ويبقى في جودة في الرؤية في البيئة فعليك ان تعمل هذه ايه ان الضرب لو انت رحصت هنا ازاي بعرف ان انا في مشكلة او بفحص ازاي شايفين اللون ده على الكتاب فبجيب اللون على نص الكتاب فبقوله انت شايف هنا احسن ولا هنا احسن لو لاحظوا اني تحت اللون ده الكتاب ازهر هنا مزهر فانا عشان نعمل الفحص ده بعمل كل الالوان بعمل العشر الوان اللي عندي بقى جيسها على زي ما كتاب كل الالوان بقى جيسها اول واحد لون 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 وبعدينك بيجي المفحوص او الطفل او الشخص يقول اللون ده هو اللي ريح دماغي وشايف الجراءة بتاعته ظهره نروح نجيب اللون ده لون وبطين بدل الطبقة واحدة هل الطبقتين احسن ولا واحدة احسن هو هيرود بعد كده اجيب نفس اللون مع الوان اخرى يعني مثلا الاحمر ده مع اصفر مع ازرق مع بني مع سماوي لغاية منوصل لدرجة الوان لون يقول لك ده احسن لون ونقول اجر بيه ساعة نصف ساعة وشوف هذه النتيجة هو لما بيكون عنده المتلازمة وعنده استعداد معضو بيشوف الكتابة زي كده هو شايفيني الكتاب انتم مش مزبغة ممكن يكتب احسن او يجر احسن على ارضية ملونة ولذلك ولذلك احنا بنقول اني يعني لو دورنا عندك مصحف في البيت في ارضية بيضة في ارضية زرجة في ارضية خضرة في بعض ناس تجي تجرى في المصحف في الارضية البيضة تبتحس نفسها بسرعة بتزهج وعايز يخلص ومش فاهم حاجة ومش عايز يكمل لكن لو جرى على بعض الوان لون فاتح لون غامج لون ازرج بيحس نفسه انه بيكمل في القراءة الحتة برضو اللي انا اجلتها في الكتابة ازاي انا اعرف ان انت عندك استعداد هلا على طول ان اجيبك واجلك اعمل لك فحص لا في حاجة اسمه الاختبار الزاتي الاختبار الزاتي اول ما مثلا بعد ما عملنا التوعية او حد عنده ظهر المشكلة دي فمن الدين الاختبار الزاتي خمس مجالات بيجاوب عليهم كل مجال ليه اسئلة مجال الادراق مجال البصر مجال الانتباه حاجات كتير فهو حتى السواق الموسيقى فهو بيجاوب على الاسئلة كلما زادت الاجابة بنعم فاذل انت لديك متلازمة ارلل الاختبار ده عبارة عن خمس مجالات كل مجال في بعض من السئلة فبنبعثه لك انت تقرأ كلما يبقى الاجابة بنعم اكتر هو ما معنى كل اكتر من ثلاثة نعم في مجال واحد باذل انت لديك فبنقولك تعال نعمل لك الفحص زي ما انت شفته بنجوف الشفافيات على الكتاب او الكراسة الى ان نختار له لون اللون ده الشفافية دي زي الاشعة كده يعني هي زي وردت الاشعة بتاعت المرضى او زي الدسهات الملونة بس دي من خامة خاصة هذه بتيجي من امريكا وحتى النظارة هنا ياخد مجاس وتيجي من امريكا ولو واحد نظره ضعيف ولابس نظارة وعنده المشكلة فبيتعمله اللون على مقياس النظارة بتاعته بعد كده يتعمل النظارة يبدأ يمارس حياته فاذا بعمل اختبار ذاتي الاول اذا انت عندك فبتيجي نكمل الفحص بنكمل الفحص ازاي بعد ما نسأل في الاختبار الذاتي فيه اختبار تاني بنعمله بعد الاختبار نقعد نشوف الشفافيات الشفافية برضو النال احسن ولذلك الاختبار بياخد من ساعة نص الى ساحتين ده الكلام اللي قلنا لعامة الناس ولكن لما نيجي لأولادنا ذوي احتجاج خاصة معلش انا يبكن مش مركز في بعض التعليقات لكن لو فيها سئلة حنقدر نتجاوب معها حنيجي هنا ايه هي الفئات اللي هي اقصر تعرضا يا هذه المتلازمة بصوا هنا فرط الحركة الولد اللي عنده فرط حركة 33% من فرط الحركة او الدساريكة بتاعتقراء عنده مشكلة او مشكلة السلوكية هنا 35% من الاسعب في الرأس لديه المتلازمة هنا صعوبات التعلم بجأ عشان هي قريبة لها اكتر حاجة 46% من لديهم صعوبات التعلم قد تكون هي ارلن وليس صعوبات التعلم هنا عامة الناس 14% من سكان العالم بالذات من الموهوبين والقراء الجيد لديهم متلازمة 30% من اطفال التوحد لديهم هذه المتلازمة اذا هنا يبقى دخلت معنا فرط الحركة صعوبات التعلم عامة الناس الاولاد اللي عندهم طيف التوحد اللي عندهم اللي بيعمل سلوكيات غير مرغوف فيها قد تكون الاضاءة او اشعة الضوء هي اللي عملاله هذه المشكلة بمعنى ممكن بعض ثانية يقول ازاي يعني واحد عنده توحد واحنا بنقول دي عند القراءة بتصعر لاني لو دينا لطيف التوحد هناك الاسبيرجر داخل من طيف التوحد ومعنى الاسبيرجر معنى طفل توحد ناطق يعني بيتكلم يعني بيجرى لاني هم موهوبين لاني الاسبيرجر داخل زكاء وموهوب وعنده قدرة على القراءة فبعض الاولاد قد تكون هذه المشكلة عنده بنضيف ليه برضو الكلمة زي النظرة الجانبية انه اللي بتاع التوحد لما بيجي على السلم او يجي يجع او حتى لو الاطفال اللي هي عندها فرط حركة النسب دي يعني مثلا بيبقى في بعض الكلاسات الوقت بيعمل فرط حركة لانه هو الانتباه بتاعه راح ومش يش السبورة مش يش ملامح المدرس مش قادر يلكس في الكلام اللي مختوب فيعمل هاي براء ويعمل فرط حركة عشان يمشي عشان يطلع وها كذا زي ما بيعملها في البيت بيتحيل بها ولكن المشكلة العظمى بتصر في صعوبات التعلم ان الاغلبية عدم القرائين واللي ما بعرفش يكتب دي هي اصلا متلازمة ارزم فيه فيلم لو حد شافه فيكم بتاع بتشان ده انه كان بياجي يجلم الورج وقوم اجرى ما يعرفش يجرى وقوم اجرى ما يعرفش يجرى وفي الاخر يقول الاصل يا استاذ الحروف بتنطط يتحق عليه العولاد هو فعلا بيشوف الحروف بتنط وما بيقدرش يتكلم عليها لما ليجي برضو يعني ايه اللي خلانا بنقول انه بيبقى في سقه الوزع في الجسم لو بسينا على الصورة دي دي اشعة بتاعت المخ تشوفين النقط البيضاء انا حديكم واحدة تانية هتوضح لكم اكتر ايه اللي بيحصل في الدماغ اكتر من الاشعة دي عشان تبقى ظاهرة معك هجيب انا وبعدك هرس في حتها هنرجع عليها تاني بس هنا الاشعة مهمة جدا بتوضح لك يعني ايه اللي بيحصل لو بصين الدي هو نيجي هنا من فوق دي صورة الدماغ والمخ هنا الاحمر كله دم ده عنده ارلن هنا الابيض تحت مافيش دم في الدماغ كتير ده لاما ماعندوش ارلن لاما استعمل منظرات اين او شفافية فكده الدماغ بيجي صفية وبيجي هادية هنا يعني فيه على رأي مثل فيه طبيب بيقول ايه اني لدينا كل انسان من اربعة ونص الى ستة لتر دم داخل جسم الانسان هناك لتر ونص اسمه الدم الرحال دم الرحال بيروح للحطة اللي عايز غزة اكتر عشان تقدر تقوم زي مثلا من يجي ناكل المعدة عايز شغلة اكتر فبيروح لها الدم الرحال ده اكتر بلعب رياضة فبيروح لعضلات اكتر بلعب سباحة فبيروح لعضلات اكتر نفس القصة هنا الدماغ لما تبقى عايزة مجهود وعايزة تدجج في الجراية عايزة تبص في الجراية فبيروح الدم اكتر فبيعمل سقل للدماغ وبتخلي يحصل لك هذا الغسايان وهذا التعب نيجي هنا هناك في ناس بتقولك طيب ما هو عصر القراءة ما يعتبر زي الدساليكيا اللي هي فيها صعوبة لا هي ميز زيها هناك فرق بين دي ما بين دي وهنا احنا هنوديكم هنا هناك اشعة ما الفرق بين صعوبات التعلم والدساليكيا اقصد صعوبة القراءة وده هنا نيجي ما نيجي نحكي على هنا الدساليكيا دي او صعوبة القراءة هنا في الجزء في الجزء في الدماغ المسؤول عن الدساليكيا هو الجزء الفصل الامامي وهي بتبقى مشاكلها في تحسين الوعي الصودي يعني في الصوت لكن هنا المسؤول عنها حاجة اسمها القشرة المخية وان هذه المتلازمة دي بتحسن بالحدثات وبالشفافيات نيجي هنا برضو المشكلة هنا في المعاجلة اللغوية انها صعوبة القراءة بسبب جزء في الصودي عنده مشكلة لكن هنا المتلازمة هي عدم قدرة الدماغ على معالجة العلوان في اذن هناك فرق بتاع صعوبات التعلم صعوبات لما ييجي يجرى ما يحصل لهوش الأوجاع بتاعت الجسد لكن هو مش عارف يجرى او مش مكمل جرايا ما عندهوش وجع لكن احنا دي في حشتين مهمين عشان تبع انت عندك هذه المشكلة ان رقم واحد ان يكون النظر سليم والنظارة سليمة رقم واحد رقم اتنين رغم من دول سلام ولكن عندك وجع في الجسم يبقى حشتين نظري سليم وبيحصل لي وجع في الجسم يبقى دا اذا متلازمة لان حسيت الضوء انما الصعوبات ممكن يكون نظره صعب راح للطبيب فصل النظارة خد علاج للعين خد علاج للشبكية انتهت المشكلة بدأ يقرى كويس برضو في نفس القصة لما يكون اخذ بعض الجلسات او فصل النظارة والمشكلة انتهت ولكن هو لما كانت عند المشكلة ما كانش يحصل له صدار ما كانش يحصل له غسيان لكن هنا رقم واحد ان بيحصل صدار وبيحصل غسيان وبيحصل تاب لما نجي نبص هنا يشوف الاولاد فرحانين ازاي لما كان عندهم مشاكل ولبس النظارات فرحين باول يوم هذا هذا البنت لبس النظارة السودة دي وانا كنت في احد الندوات وكنت جايبين هذي بنسألها بنقول لها انا لو خدت منك هذه النظارة ماذا يعنيكي قالت كانك اخدت روحي لاني قبل النظارة ما كنتش اعرف انزل النظار السنالم ما كنت شعرف اروح اشتغل كنت اول ما اروح امتح ما كمرش الامتحان كنت 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 ولكن بعد هذه النظارة حتى جودة الحياة لجيت الشوارع شكلها انضف السيارات ما اعرف ايه ماشي بانتظام مكنتش ماشي بانتظام الاول ولذلك انا هنشوف وهر لكم حاجة ان ازاي بتاع جدامه ولكن هو معزول بيحس ان الدين كلها عندها نفس المشكلة وهنا هنشوف اللي لابس النظارة شايف طريق ازاي واللي مش نابس النظارة شايف طريق ازاي راحت فين السورة دي ان شاء الله يكون يعني في بعض من معلومة وصلت او بعض الناس استريحوا لهذا الموضوع وانا واثق ان احنا زي ما قلنا ان لدي سكان العالم 14% لديهم هذه الحساسية فاكيد من المستمعين والمشاركين الكرام قد يشعروا بهذه الاعراض اللي انا حكيت عليها وتكون عندهم نفس المشكلة دا اكيد يعني ممكن برضو انا اعمل لكم الفيلم اللي هو بيقد كتاب حبص كده للمنظر في كده هو لو المنظر ظاهر اللي لابس نظارة شايف العربية مستقيمة من غير نظارة شايف العربية على جام او سواء هنا الوتوبيس نفس القصة لما يكون شايف الدنيا ما معناها بيشوف الدنيا مشاوهر حوريكم الفيلم اللي هو في هذه المتلزمة ازاي اني الشخص بيشوف الدنيا مش ما زبطها جدامه وهذا الفيلم حيبقى يعني شيق وحيبقى شايف الواقع جدامك وان شاء الله هذا الفيلم يعجبكم وهو ده اللي هيبين مدى خطورة هذا الموضوع ممكن اللي يقدر يشوف الفيلم هنا معاي هنا طبعا بيقول لك ان الكلمات المطبوعة على الخلفية وان الكلمات لا تتحرك من مكانها وان المسافة بين الكلمات والسطوب بتكون متساوية لكن هذا ليس صحيح دائما او مش عنده كل الناس ليه لان هناك من يعانون من هذه المتلزمة فسيروا الاشياء كهكذا انظروا الى الكتابة لما بتغمض وبتظهر هنا بتبوش شوية وتتراجع دخلت في بعض الكتابة هنا برضو بتتغير هنا بتنطنت او بتوسع او ديج لو لعزتوها هنا حصل فواصل بين الخطوط هنا برضو حصل فواصل بين الخطوط هنا فواصل زادت وبدأت الكتابة توسع وديك طبعا الولد اللي عنده المتلزمة دي او عنده الحسيط بتأثر عليه بيشوف الكتابة بهذه الطريقة ما بيقدرش يعبر عنها او لو تعبر عنها ممكن يتضرب وهكذا شوف الحروب بقى ايه بيجي زي العش النم تتمال وتروح وتيجي متى تز بتجري دور البحر ريني على التلفون تتمال ما رأيكم في هذا شيء لا يصدق عقل بما يحصل في هذا الموضوع وازاي بيحصل كده صح ايه اللي بيحصل ده في الكتابة ايه اللي بيحصل ولزلك بتلاقي الولد ما بيقدرش يعبر على اللي هو شايفه لاني ما حدش هيسدقه فاذا لما بيحصل الكلام ده بيحب بنظره كتير في الكتاب كده فالميل ده بيقدي الى الدم الزيادة يقعد يعرق في عينه يحس ان خلاص دماغه وحتينفجر وصدع ينام على الكتاب كله ده بيحصل وهو شايف الحاجات دي ولكن غير قادر على التعبير لها ودي بتبقى لكل بتظهر اكتر في الشخص في الطفل القراء اللي يجر كتير الموهوب ليه لان هو اللي بيجر كتير اما لاشخاص العاديين او العاملين في القطاع للحكومة او كلام زي ده قد تكون مش متأثرة في هذا الموضوع لان اساسا هو ما بيجراش كتير بالكتير اي ورقة عشق خمس دجايج في بيجراها وخلاص ما كان قراء وبيجر كتير او عنده مثلا شغلة على الحسوب كتير محامي بيحضد بمجلس دكتوراه طالب متفوق الحاجات دي هي اللي بيصار عليه الحاجات دي فسريعا ان المشكلة في داخل الدراك البصري اللي هو بيحول لي وبيترجم لي المسير فمن من يكتفي بالشفافية عند مشكلة عندما يحب بيقرأ على كتاب على الحسوب بيحط الشفافية اللي هي توصفت له بعد الفحص او بيعمل مقياس النظارة وبيعمل النظارة اللي اللون تيجي على دماغه يعني انا حافص لكم حتى ممكن توضع كلام ده كله لو بصين احنا الضوء الابيض ده كله في ايه قوس قزح جميع الالوان هي الالوان دي اللي هي بيبقى عند دخول الضوء عندك بيبقى في مشكلة في الدماغ في لون او تنين بيتطير او مش موجودين فبيعملوا تشوه في الرؤية فما بتشوفهاش الرؤية سليمة ارجو ان يكون هذا الموضوع اه وصل لحضارات المشاركين وا اي اسئلة لان انا ما جريش طبعا الكلام ده كله تحت امركم وسواء الان او على الوسائل على التواصل الاجتماعي في اي اسئلة في حد عايز الاختبار الذاتي يشوف نفسه فيه هو فين ولكن طبعا الاغليبات السامعين من الجزائر وما فيش حد بيعمل فحص هناك وان شاء الله ربنا كده يوفق الافضاع ويخف هذا الوباء ونقدر احنا نتحرك وانت تتحركوا ولكم مني كل التحية وتحت امركم في اي سؤال واي تدخلات واشكر جدا جدا لدكتور صلاح واشكر برضو الزميل الفاضل محمد سيد عبدالله اللي هو كان السبب انني دخلت في يعني على البس وتعرفت لدكتور صلاح ربما انا يعني من عشاق الجزائر وزرت قبل كده الجزائر لأصدقاء في المسيلة لن أنساهم أخدت أسبوع هناك لن أنسا في حياتي ومعاكم أنا على أي سئلة لو فيها سئلة حجراها ممكن حا أخدت أخدت هل هذا السن محدد أو لا السن ليس محدد لكل البشر للأطفال للكبال للصغار يكون لديه مشكلة فإذا ممكن يعرض نفسه على الفحص أو يشوف وهو مبدئيا لو هما بيحب الشجرة على البتاعة دا في ناس كتير بتحب تلبس النضارات زي النضارات الشمسية اللي هي بتبقى غامضة عشان تخف عليه ضوء الشمس أو في بعض ناس بتعمل كده كده على طول بيعنيها بيلبس كاب أو بيلبس نضارة ولكن هناك فرق بين النضارة الشمس أو نضارة تشتريها و نضارة الشمس بتشتريها سواء لون بني سواء أي لون الألوان دي اللي بتشتريها انت بتشوف الدنيا وتشوف تجوي قدامك بلون النضارة الزكاة حمرة بتشوف ها محمرة خضرة مخضرة ولكن إيرلن لا النضارة ملونة وانت بتشوف الدنيا كأنها عدسة بيضاء بالطبيعة ليه لأن اللون اللي عنده مشكلة اللي انت مركبه هو اللي اتاخد فيه الادراك البصري و اداك الدنيا بطبيعته فيختلف عن نضارات الشمس دي غير دي هل هزا السن محدد عملنا نفس السؤال طب أنا هجيبه من الأول كده وأشوف الأسئلة الصوت والصورة تمام دي السلام عليكم بارك الله فيك جزاك خيرا أنا أشكركم منتو كلكم يمكن إضافة تحت أمركم في أي إضافة عند كل واتساب مع الأستاذ صلاح وعندكم الفيز ده وتحت أمركم في أي وقت هل برضو بعض أسئلة الأخت زينب أكس الدسلوة دي بتاع التونس وأشكرك على أنت أنا حبيت نزل إعلان عشان برضو تشوف دورة تكوينية في مصر الأخت سلوة وإحنا شرفني بيك والله وقريبا إن شاء الله هنكون في تونس ونعمل مع بعض شغل إن شاء الله لو من الشهر مارس ارتحت الأمور هنكون موجودين مع بعض إن شاء الله أعراض هنا بيقول لك ممكن توضيح طيب أنا هرجع فيه سؤال هنا هو توضيح الأعراض أظن إحنا قلناها الأعراض لابد أن يكون نظرك سليم أو لابسة نظارة وعند البدء في القراءة تحسي بالصداع والغسيان والدوخة وإن الجسم واجع مش عايزين تكملي في القراءة دي الأعراض وبالذات في الضوء لإما ضوء ساطع في ضوء الشمس أو في الكلاس إن في ضوء ولذلك في ناس بنصح تخفيض الضوء يعني لو أنا مثلا قاعد في حجر أو في كلاس في أكتر من لمبة ولعة لا ممكن أنا أخف الضوء بدل ثلاثة يبقى أعراض الضوء علاقتها بحالة الاكتئاب ونوبات الهلع والله إحنا يعني ماقدرش أقولك إن الاكتئاب والخلق والهلع ممكن تأثر في الضوء أم لا ولكن ممكن احتمال لإن هو لما الدماغ بتبقى مش مزبوط أو مش هوها فهو بيعمل حركات زي الولد اللي عنده فرط حركة فبيعمل شوية الحركات دول عشان يضاري هذه المشكلة اللي عنده أو عايز أعبر عنها مش جادر شكرا شكرا أنا فعلا أنا بحب أبصد المعلومة عشان خاطب بس بعض الناس تبقى تشوف في أي أسئلة تانية عندكم الزكرة الخلفية للهاتف يعني ما عرفتش هزبط هدي شوية هيبكن أنا في الموضوع ده ضعيش شوية في أي أسئلة يعني من الأخوة تحت أمركم في أي وقت لو في أسئلة وطبعا لو حد سمعنا من الأخوة الزملاء في تونس عندكم الأخت سلواء تقريبا هي في القلعة الصغرى هي أخذت الدورة التدريبية وفي حس أرلين وممكن تفحص لكم اللي عنده هذه المشاكل وإن شاء الله ترتاح الأمور ونقدر لأما نعمل حد دورة تدريبية للجزائر على حد يشرف مصر أو نعمل بعض التوعيانات ونتمنى ذلك في الجزائر والمغرب إن شاء الله وليبيا بإذن الله في أي أسئلة تاني يريد تكون إن شاء الله وفقنا واللي عنده هذه المشكلة زي ما قلت تحت أمركم يبعت على الواتساب أو على الفيس وأنا مستعد نبعت هالو ويشوف نفسه فيها وما هي اختبارات للكشف على الطعبات التعلم طعبات التعلم كتير ما احنا جلنا فيه صعوبات التعلم وصعوبات التعلم دي فيها الإنمائية وفيها الأكاديمية وطبعا الإنمائية هي السبب في الأكاديمية فالصعوبات التعلم لها أكتر من من كشف ولها أكتر من بطارية ومن ضمنهم صعوبات التعلم زي ما احنا قلنا ستة واربعين في المية من صعوبات التعلم قد تكون هي هزي حساسية ايرلين زي ما انت شفته لان الولد لو تعالج من هزي الموضوع الادراك البصري اللي في الدماغ قد تنتهي هزي المشكلة وزي ما وضحت لكم الاخت اللي كانت لابسة نظارة السعودة اللي من مصر دي ان تغيرت حياتها وفي خصص كتير وانتو لو دخلتوا على الفيس وكتبتوا متلازمة ايرلين سواء ايرلين مصر او متلازمة ايرلين بس هتجيك متلازمة ايرلين من امريكا وحتجيك مصر وحتلاجي فيها قصص حياة كتير هو بس الوقت مش حسعف وناس كتير نجحت هذا معها هذا الموضوع وادخلوا والعلم طبعا للجميع اذكرك يا اخت سلوى والله وشرفتيني طبعا وانت من الناس الكادين والجاهدين في هذا الموضوع ما الفرق من طبعات التعلم وصالة التعلم زي ما احنا قلنا صعبات التعلم كتير منها صعبات الانمائية ومنها اكاديمية صعبات التعلم في صعبات التعلم وفي بطء تعلم وفي تخلف دراسي وده موضوع تاني خارج الموضوع عايز يوم كامل ممكن نعملكم يوم عن صعبات التعلم عنوحها واسبابها والحاجات دي لان في فرق كبير جدا بين الصعبات وبين بطء الدراسة وبين التخلف الدراسة رغم اني زكاءه مرتفع ولكن هناك فرق في الصعبات اللي عنده مادة او تنين كاكاديمية وفي اللي بيبقى عنده الانمائية كتير وفي اللي عنده مادة واحدة اكتر من مادتين وفي اللي ما يحبش المواد خالص ولا يحبش يجر خالص ولكن احنا زي ما بتقول الاحصائية قد تكون ما يعادل الـ 50% بتاعاتهم والي 46% هي سبابها حساسية الضوء وليس صعبها التعلم هذا الطفل المتوحد عنده 14 سنة نستطيع ان نعلمه الكلام انه عنده قابلين طبعا التوحد بيختلفوا كل الاولاد عن بعض كلهم اللي لديهم فروق فرضية لو هو 14 سنة وابتكلمش هيبه من طيف التوحد الشديد ولكن الامل موجود بمعنى اني لابد اني هناك مراحل ما قبل الكلام لابد يعرفها هل هو كل اجيزة الكلام وعنده مثلا تم تشخيصه فعلا ان هو توحد شديد وهل عدم الكلام ده نظير طيف التوحد ولا عنده مشاكل في السمع ولا عنده مشاكل في مخارج في اكسد اعراض الكلام له الشفافتين او اللسان او الاسنان او سكف الحلق لابد يبقى فيه طبيب سمعي الاول وبعدين نقدر نقول ان هذا الولد ايه التجريب بتاعه او ايه انه هو يتعمل عشان يبدأ بما قبل القراءة ما قبل الكتابة ما قبل التعليم الحاجات دي بتبدأ بالتدريج الى ان يبدأ لان انتم عارفين في حياة كتير اسمها ما قبل اللغة الاعراض احنا نتوي للطربات اللي هي تتشابه مع ارن هي مش تتشابه مع ارن بتكون سبابها ارن اكتر زي ما احنا قلنا فرط الحركة فشاتة الانتباه طيف التوحد في بعض الاولاد اللي هما بيبقى عندهم البعد الادراكي ان هو ما بيقدرش يشوف زي ما احنا قلنا البعد بين طلبية زي ما بين درجة السلم الكلام دي بيبقى اساسه ارن ليه لان ارن دايما يكون مصاحب اعراض للجسم هناك حرفيات منتشابها زيها بس ما فاش اعراض ولكن ارن بتميز ان هناك وجود اعراض رغم اني انا نظري سليم وامكانيات النظر كلها سليمة ونظارتي سليمة وبيحصل هذه التشوش اللي انت شفته بالذات في الكتابة والله هو يعني احنا في بعض الدراسات هي بتبع وراسها كلمة وراسها يبقى من الصغر وفيه من الكبر اللي هي بيئة لانه الاسباب بتاعت انقسم الى اتنين هناك وراسية معنى انه وراسية يبقى عندي استعداد من الصغر من الولادة انه عند ابوي عند امي عند بعض اخواتي يبقى عندي استعداد من الصغر امتى تظهر على حسب قدرته على القراءة ما انا ممكن اكون عندي اتناشر سنة وما بقراش وما بكتبش او غير متعلم فمش هتظهر عندي زي ما انا قلت دلوقتي اغلبية العامة والعاملين اللي القراءة بتاعتهم بسيطة ما بيقروش كتير ما بيحسوش بير اللي ما بيقعدش ربع ساعة بيقرب لكن هو اللي بيقعد ربع ساعة واكتر في القراءة بتحصل عنده المشكلة انما اي واحد خمس دجاج عشرة دجاج بتكون لسة الاعراض ما ظهرتش عليه ورغم ان هو كبير او صغير فهي بتظهر مع القراءين اللي بيقرب تير ملهاج دعوة بالسن فيها سئلة تانية دكتور شلاح وينك فيها سئلة تانية الأستاذ اسمعين دول ما الابن انت بتقول عنده قابلية فنلعب على هذه القابلية نتكى على هذه القابلية ندرجه نعلمه الحروب بجميع الأشكال بالألوان بالأغاني بنحكي معاه في أي شي احنا ومشين بنعملهم له الحكاوي مدام كل ما يستمع وعنده قابلية حيقدر يتجاوب معاك هل هذه المتازمة تؤثر فقط على عصر القراءة هي فعلا مش تؤثر على عصر القراءة هي زي ما احنا قلنا هي بدأها عصر القراءة يختلف عنها عصر القراءة دي حاجة في الفص الأمامي حاجة في الصوتي الصوت ولكن هي بتبقى في تشوه في البيئة عامة مع القراءة لكن لها تأثير قد تكون هي السبب في عصر القراءة ولها تأثير لباقي القراءة لأن احنا زي ما قلنا الابعاد ما هو لها تأثير في حاجة غير القراءة ان انا باجي امشي بسقط في الجناب اللي حواليه ما بعرفش اطلع واطلع السلم او انزد اذا مسكت الدرابزين او مسكت حاجة اللي اجي بحط رجلي على الدرج بقى فدي برضو من هذا الموضوع الحاجة التانية ان انا برضو بتأثر تشوه البيئة معاي بشوف شكل اللي قدامي مش مزبط بشوف زي ما قلت الاجار او السيارة او غيره مشواضة طبيعة فبتأثر على الحاجات كتير نفس السؤال ما انت بتقوله هالي المتلازمة بتأثر على حاجات كتير بتأثر على حاجات كتير زي ما شفنا صورة الجسم بتأثر على كل عرض الجسم بتأثر على كل عرض الجسم وده حاجات بسيطة يعني وربنا يبارك فيكم ولذلك هذه المتلازمة عندنا في مصر دلوقتي انتوا عافين طبعا من الدمج والإدماج اللي شغال عليه التربية الخاصة احنا عندنا في الدمج اتخذ قرار ان من لديه متلازمة ايرلين يعامل معاملة الدمج في حاجتين يسمح بالشفافية يسمح بالنظارة الملونة السوداء او اي لون يسمح بان هو الاسئلة يعني ورقة الاسئلة او ورقة الاجابة تكون باللون اللي هو بيريحه ولذلك اردتكم بعض اوراق زرجة وحمراء وفتحة وكلام زي كده ان الولد انتوا حتى تجربوا انا لما اجي اجري كتابة السوداء على ورق اصفر او على احمر او على ازرج او اي لون بيلاجيه اوضح من على اللون الابيض شكرا لكم انتم والله والله احنا نتمنى كل الوطن العربي بالذات وكل الاماكن بتاعته يكون لديها هذه المعلومة قد تكون المشكلة عند ناس بسطاء او ناس اقلاء زي ما احنا قلنا العدد لان اقلاء القرائين اقلاء اللي هما عندهم النشاط فبيظهر عندهم هذه المشكلة لو الناس عارفة هذه المعلومة لان في ناس بتصرف كتير على مرض العيون وبيخشوا في مشاكل وبيخشوا ما عرفش في حاجات كتير وبتأثر عليهم تأثير سلبي وهو الموضوع بسيط لاما يعالج بان هو يجرى على حاجة يبعد عن الاضواء مؤقتا يتكلم على حاجات بسيطة الى ان يتم فحصه او يقدر يعمل نظارة مناسبة لي او لون مناسبة لي ودائما بننصح المراكز بتاعتنا اللي شغالة مع اولادنا تربية خاصة هناك الاضطرابات الحسية مهمة جدا 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 في الجلسة ودي موضوع محاضرة كاملة كلنا بنعرف اني الاضطرابات الحسية خمس ولكن هما مش خمس هما سبعة يقال تمانية لكن بتضموهم لسبعة الخمسة الظاهرين اللي هما البصر الشم تزوق السم اللمس ولكن في اتنين تاني دي عايزين شرح طيطول اللي هو الباطنية اللي هو اللمس العميق الحس الديهليزي بننصح من ضمن حساسية ايرلين زي ما انت شفتم الالوان الفجعة والمخططة والكلام ده بيأثر على اولادنا داخل الجلسة وهو المدرب لا يدي ودائما انا بقول معلومة العفين الالاف الاخرين ما قد يكون يا مدرب اللبس انت اللبسه ده والالوان الزاهر اللبساها الاخت والحاجات دي بتخلي الولد تحصل له الاعراض بتاعت الجسم بتاعت الا ان يكون هو عنده هزي الموضوع فيأثر عليه فخدوا حذركم وخلوا بالكم من الاضطرابات الحسية داخل الجلسة ليس النظر بس اللي نتكلم عن ايرلين السمع جاهز انا صوتي عالي الريحة زي ما نقولت ديازة نحط برفان زيادة في بأثر على الولد فيه حاجات كتير لاني لازم انا عشان الولد يستفيد يكون الولد منتابه معي ويكون الولد سابت معي ويكون مركز معي فدي ده مهم جدا يعني هو بيحتبر احنا قلنا خلل في الادراك البصر بتاعت الدماغ فده خلل عصبي ووظيفي لاني احنا قلنا المسير بيجيلي من العين بيدخل المخ وعن طريق القشرة المخية هنا بتحصل الترجمة لللي انا شايفه فللخلل العصب مش موصل الاضاءة كويسة والوظيفة بتاعت الدماغ ما تشغلاش صح يا استاذ نعم نعم اختي في حد معا اي اسئلة تاني ترسله هو طبعا معذرة اني بعض الصور ميبك ان يكون ما وضحتش يجوليكم بس وصلت بعض معلومة انا كنت اتمنى يكون العرض واضح جدا على الشاشة عشان يعني هيبقى الاستفادة كانت اكتر ولكن اعذروني عشان قادر المعلومات بسيطة في هذا الموضوع وهي لو كانت على مثلا على التليجراءة اسميه التيم او اذا كانت على الزوم كان ممكن ظهرت اكتر اهلا بالاستاذ السيد من المملكة المغربية اهلا وسهلا وانا زرت المغرب 3 مرات وعملت فكل مرة هذه الندواء في مراكش وفي البير الجديد وفي الجديدة وفي السويرا لا اكسد خريبك اهل وسهلا بك ده انا اشكرك اوستس دكتور سلاح وفي اي وقت واي خدمة وعندك الوسائل واي احد من الزمل والسامعين المشتركين اهلنا سهلا بهم في اي سؤال واي رد اي دكتور سلاح نكتفي بهذا القدر والمحتاجين معاكم تحت امركم اهلنا طبعا الطلبات الحسية دي مهمة جدا 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 ودايما احنا بنركز عليها في شرحنا وفي تكويننا وفي محاضراتنا باني بنقول يا اخوانا دي شي بيبقى خافي وانت ما بتحسش به وبتلاقي مفيش نتيجة ولا عشان كده احنا من التقيمات اللي بنعملها مثلا كل ثلاث شهور انا عملت انا الولا اشتغلت معاها ومعاها ثلاث شهور بعمل تقيم تاني اللي قلت مفيش تقدم او مثلا الجلسة والتانية مفيش حاجة في الاسئلة التانية فما ينفعش لابد انا اقدر واعمل لحسابي ان هناك زي ما هناك فروق فرضية في الجلسات مع الاولاد هناك الاضطرابات الحسية مهمة جدا عشان كده احنا لازم الولد عند الفحص الاولاني او الكشف الاولاني او التقييم الاولاني او التسخيص الاولاني لابد يكون من ضمن هذه التسخيصات اختبار للاضطرابات الحسية اعمل له اختبار ان هو هل لديه مشكلة حسية في اي نوع من الحواس عشان خاطر ابدأ اعالجها الاول قبل ما اشتغل معاها عشان كده بنقول في الجلسة الولد لابد ان يكون يركز يعني متكس على الكرسي بتاعه منتبه قابل معي في الادراك مدرك معي غير مشتت فكل الكلام ده لو حسبناه وابدأ بنفسي ما بقاش انا صوتي عالي او صوتي واضي او لابس ملابس زهية او حاطط برفان كل الكلام ده بيأثر على الولد وانا بكون السبب فيه اشكركم جميعا واشكر كل الحاضرين واشكر لك دكتور صلاح واشكر كل من كان موجود معنا وتحت امركم في اي وقت واهلا وسهلا بأعالج المساكل الحسية زي فرط الشم مثلا المشاكل الحسية او الشم طبعا يعني باختصار هناك فرق لابد نعرف مشكلة الشم هل هي اعتبتها عالية ام منخفضة او باحث عن الشم لان في مراحل لو هي شم عالي يعني شم عالي اي ريحة بيكرهها وبيبعد عنها قد تكون انت بشمهاش مثلا دخل حمام دخل مطبخ انت ما شايفاش حاجة لكن هو عاملة مشكلة فده شم عالي فنبدأ معاه بعلاج زي ما حنبدأ اللي شم واضي ان هو يبعد يشم في كل حاجة يمسكه كأنه رغم الريحة في ظهرة وانت شايفاه هو ما شايفاش يشمي ايده يشم معرفش الحيطة يشم معرفش مين يمسك الحجش وهكذا ده بيبعد بالتدريج اذا كان عالي او منخفض بنبدأ معاه لو منخفض بنبدأ معاه من العالي ان نصل الى مرحلة الوسط ولو مرتفع بنبدأ معاه مع المنخفض الى ان نصل يعني هو دي شغلانة عز شرح كامل ولكن فرط الشم ليه حاجات كتير لاما اعتبته عالية او واضية فانت مش عارفها فين الا بالمقياس لازم فيه حاجة اسمها الاختبار بتاع المشاكل العسية مشكلته عالية حاولي تبدأيه بحاجات ملهاش ريحة ويزود الريحة شوية الى ان يوصل الى المتوسط وبعديه عن الحاجات العالية يعني حتى انت مثلا هو او انت او مدرس بيحط بفان عالي يبقى يتلغي او يتعمل حاجة اخفض هو مش هينساء على طول يبقى فيه تخفيض من العالي للأوطى 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 وهكذا الى ان يوصل للمتوسط لا انت هنا قلتي عالية هنا بتقولي بيشم اي شيء يشوفه حتى لو ما فيش ريحة لا يبقى دي واطية وعايز يشوف الريحة انما العالية بينفر بيجري يعني واحد بيكرد اخولي الحمام ليه هو عشان ريحته عالية حاسس في ريحة في الحمام بينفر من دخول المطبخ مع ريحة توابل مع ريحة اكل فده العالي بيجري انما ده المنخفض هو اللي بيجري على كل حاجة يشمها عايز يشم الحاجة ويرغم فاش حاجة عايز يحس بموضوع الشم وده اسمه بيدور على المسير اللي بيجري على الحاجة ده بيدور على المسير بيشم كل حاجة بيدور على الحاجة تسير الشم عنده فلازم المقياس هو اللي بيجري دي عالي ودي واطية والحاجات اللي فيها مشكلة هي اللي بنبدأ نعالج بيها والاختة علاعد الحميد دي الاسمه اكيد مصرية صح؟ تواصل يا معاي تحت امرك يا اختفطنا مع الوسط الصلاح وتحت امرك على طيف التواح طب انا اشكركم عشان بس مرتبط بما كان اخر معاد اخر فاشكركم على حسن الاسماء ودلتق ان شاء الله دائما على خير في اي شي سواء التواحد سواء كمنفع المهارات الحياتية عموما لاطفال لبعض العقات الزهنية لاني برضو انا معرفتش نفسي الاول اننا الحمد لله اعمل في هذا المجال من فترة حتى عاد العقات من 20 عام وادير مركز متخصص في العقات الزهنية والتواحد عندنا في صعيد مصر ولدي مؤسسة خاصة بي وعضو في اكتر من جمعية وفي التربية والتعليم في معد النور والامل المكفوفين والحمد لله كالليا يعني شرف وربنا اكرمني بزيارات كتير من الدول وانا احشق هذا العمل وهذا المجال وربنا ان شاء الله يفيدنا وفيدكم خير باذن الله ونلتقي على خير واهلنا سهلا بكم وتحياتي للجميع واهلنا اخت اعلاء وتواصلوا معي واهلنا وسهلا بالاخت اعلاء وبكل الحاضرين من كل انحاء الوطن العربي وكلنا واحد وكلنا نعمل لمنفعة اطفالنا واسرنا واهلنا سهلا بكم وشكرا جزيرا جزيرا لكل المستمعين ومع الف سلامة ونلتقي على خير وطرنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر